اهلا بكم من جديد وسائل التواصل الاجتماعي بحكم طبيعتها ليست منصات رسمية لنقل الأخبار أو المعلومات من مصادر موثوقة إلا أنها سرعان ما أصبحت وسيلة لاستقاء المعلومات وإن كانت مضللة وأداة من أدوات التأثير السياسي تويتر لم تنجو مما وقعت في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى الرئيس جو بايدن قال معقباً على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر إن المنصة تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم بينما ذكر البيت الأضيض أن بايدن كان واضحاً بشأن الحاجة إلى الحد من خطاب الكراهية والمعلومات الكاذبة بطبيعة الحال فقد كانت عين بايدن على انتخابات الكونغرس خاصةً وأن ماسك صار أقرب إلى الجمهوريين هذه التطورات جاءت بعد قليل من إقدام ماسك على إقالة نصف موظف شركة تويتر لأسباب قال إنها اقتصادية ترجمة نانسي قنقر ينضم إلينا ضيفانا من شيكاغو نادر الغول الكاتب والباحث السياسي أهلا بك ومن لندن إيد بركات تمس الشارع الاستراتيجية الرقمية والخبير في أمن التكنولوجي على المعلومات أهلا بك سيد نادر بداية يعني كيف تحلل هذا الاتهام من قبل بايدن إلى تويتر؟ هل بالفعل يستند إلى معلومات أم أنه اتهام مسيس؟ لا هو الواضح أنه اتهام مسيس بطبيعة الحال لأنه يعني كل منصات التواصل الاجتماعي فيها أخبار كاذبة وأخبار غير صحيحة ويروج منها الكثير من نظيرات مؤامرة الأكاذيب ولكن يعني هذا الاتهام مسيس لأنه يعني إيلون ماس قال صراحة أنه سيسمح لدونالد ترامب العودة إلى منصة تويتر وبالتالي عودة هذا الخطاب الذي كان يعني يتبعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والآن يعني نحن في انتخابات نصفية بالمحصلة وبالتالي هناك الكثير من محاولة يعني تسييس الموضوع بشكل أو بآخر لأنه الديمقراطيين في وضع لا يحسدون عليه في هذه الانتخابات وبالتالي هناك بحاجة إلى نوع من تحفيز إنجاز التعبير ولكن يعني يضطرد أنه سيبقى في إطار التصريحات وربما يرد عليه إيلون ماسك لاحقا ويكون يعني أنه لا يوجد تسييس في الموضوع طيب سيد إياد بركات يعني لماذا يعني تم التخصيص هذا الاتهام إلى تويتر دون عن وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى هل بالفعل تويتر يعني يروج للمعلومات المضللة والكاذبة؟ هل هناك آلية لتمحيص المعلومات أم ماذا؟ المشكلة الأساسية في تويتر بالذات أكثر من المنصات الاجتماعية الأخرى بخصوص الأخبار الكاذبة هو وجود عدد كبير من الحسابات الوهمية ووجود عدد هائل جدا من الروبوتات التي تقوم بالتغريد وتقوم بإثارة الفتن رئيس الأمريكي بايدن لم يكن الأول الذي قال هذا الكلام حتى ألون ماسك نفسه ومنذ فترة طويلة يردد نفس هذه العبارات وهذا أحد الأسباب التي أعلن عنها أنه يريد شراء تويتر ويريد تنظيفه أو على الأقل تخفيف عدد الروبوتات الموجودة وتخفيف أهميتها وبالتالي تخفيف الأخبار الكاذبة المفبركة جميع المنصات التواصل الاجتماعي تعاني من هذه المسألة ولكن تويتر بسبب طابعه السياسي وبسبب طابعه الإعلامي ووجود عدد كبير من السياسيين والإنفلونسرز من رواده له أهمية إضافية وخصوصا في المواضيع السياسية أو أي أمر يتعلق في الانتخابات سواء في الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى حول العالم ما هو ارتباط المسألة بانتخابات التجديد النصفي سيد نادر؟ لأنه تم الربط ما بين هذه التصريحات ومسألة ملف التجديد النصفي للكونغرس على رغم أن بايدن لم يكن هناك علاقة مباشرة أو عداوة مثل ما كان ترامب مع تويتر يعني بالمحصلة الديمقراطيين في وضع لا يحسدون عليه الانتخابات بعد ثلاث أربع أيام من الآن ستجد الانتخابات وبالتالي وكل استطلاعات الرأي تقول أن الديمقراطيين في وضع لا يحسدون عليه هناك يعني كما يقال موجة حمراء نسبة إلى الجمهوريين وبالتالي إن حصل ذلك سيكون الرئيس الأمريكي في وضع لا يحسد عليه بمعنى أنه لا يملك أي من المجلسين المحكمة الدستورية العليا تم تعيين قضاء توجهاتهم المفروض أنهم مستقلين ولكن تم تعيين قضاء بالقبل دولارد ترامب لوحدة عين ثلاث قضاء وبالتالي هناك إديولوجيا معينة مرتبطة حتى بالمحكمة الدستورية العليا وبالتالي يصبح الرئيس يعني يفتقد جميع الأدوات التي ممكن من خلالها أن يؤثر على الداخل الأمريكي وبخاصة أنه بقي عامين في عهدته الرئاسية وبالتالي هذا سيعقد الأمور وسيصبح الرئيس ملزما بالشكل وبآخر بالذهاب إلى الاتجاه إلى القرارات التنفيذية ولأنه لن يكون هناك أي من المؤسسات الأخرى التي تريد أن تعمل مع جو بايدن وبالتالي هناك إشكالية حقيقة جو بايدن يحاول لفت الأنظار حول الأزمة الحقيقية هو كان بالأمس في بنسلفينيا يعني يدعم مرشح الحزب الديمقراطي وأيضا دولالد ترامب كان في بنسلفينيا يدعم مرشح الحزب الجمهوري وبالتالي لا هناك معركة انتخابية مهمة الرئيس الأمريكي يحاول بشكل أو بآخر أنه توجيه الاتهام أنه يعني ما ينشر على تويتر هو كذب وأنه منصة كاذبة مع أنه يعني هو من قبله الرئيس باراك أوباما هو أول من استغل تويتر بالمحصل للفوز بالانتخابات وكانت هذه جزء من الطريقة التي تميز بها الرئيس السابق الأسبق باراك أوباما استخدامه لمواقع التواصل الاستماعي وخاصة تويتر في الترويج لحملة الانتخابية وبالتالي لا هناك أزمة حقيقية وأعتقد أنه بايدن يحاول لفت الأنظار حول صعوبة أو أزمة الحزب الديمقراطي وخاصة في الانتخابات القادمة سيد إياد يعني أيضا الملف تم ربطه بما حدث مؤخرا من تسريح نحو نصف العاملين في تويتر هل الأمر رابط ولماذا كان هذا التسريح؟ هل بالفعل لأسباب اقتصادية؟ هو في الدرجة الأولى لأسباب اقتصادية ولكن هناك أبعد من هذا بكثير ليس ألون موسك وحده ولكن كثير من الخبراء في مجال التقنية ينظرون إلى تويتر أنها شركة أصبحت حرمة شركة لا تبتكر بشكل جيد ولا تدار بشكل جيد فبالتالي للتخفيف من الروبوتات والأخبار الكاذبة المفبركة وهذه أحد أهداف ألون موسك لا بد من التغيير التغيير دائما في هذه الحالات خصوصا عند شراء شركات مثل تويتر أو اندماجها مع شركات أخرى يمكننا أن نقول أن هذه الشركة الآن اندمجت مع ألون موسك بدل من فكرة شرائها إذا أراد أن يغير الكثير داخل الشركة عليه التخلص من عدد كبير من الموظفين أولا لتخفيف الأعباء المالية الموجودة هناك عجز بحوالي 6 مليار دولار في تويتر ثانيا ليستطيع أن يأتي بفريقه المناسب مع الوقت لكي يكون بهذه التغييرات التقنية والتجارية الضرورية أعلن عن قسم منها بدون أي ممانعة أو بدون أي محاولة من الموظفين الحاليين أن يبقوا على الحال كما هو كما نعلم جميع الشركات والمؤسسات في كل أنحاء العالم عندما يكون الموظف موجود لفترة طويلة يصبح حمه الأول والأخير هو الحفاظ على وظيفته ولا يكون بالتجديد والتغيير بالشكل المطلوب وأيلون ماسك يريد أن يكون هناك تغيير جذري وكبير وسريع في الشركة سيد نادر تأثير هذا التسريح على المتابعين ومن يقومون بالتغريد خصوصا أنه بالتأكيد يصطدم ببعد إنساني طبيعي طبيعي خاصة أنه يعني نرجع بنربطها مرة تانية لما بتحكي على تسريح تريبا الحديث عن 50% تم تسريح 15% بالأمس وبالتالي لا هناك في أزمة يصبح أنه هؤلاء الناس بحاجة إلى عمل وبالتالي هناك يعني زيادة في عدد العاطلين على عمل وبالتالي يؤثر على الرئيس الأمريكي بمعنى أنه لم يوفر أعمال لهؤلاء الناس وبالتالي لا هذه إشكالية حقيقية هلأ أنت بالمحصلي يعني حتى بعض الأعضاء مجلس الشيوخ طلبوا بالتحقيق في صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر بسبب وجود شركاء لإيلون ماسك بعض الضول الخليجية والصين وبالتالي كان هناك أنه يعني أصبح هناك جهات خارجية تتدخل في موضوع تويتر وبالتالي هذا هو جزء أيضا من يعني حسب عدد كونغرس مجلس شيوخ مرفي أنه هذا الموضوع يعني يؤثر على الأمن القومي الأمريكي وبالتالي هناك فيه هناك تضخيم للموضوع بشكل أو بآخر وتسييس كما تفضلت حضرتك وهذا كله يعني في إطار أعتقد يعني يعني بصراحة حتى دونالد ترامب رفض أنه يعود إلى تويتر قال له له no but thank you يعني مش مش حرجة على تويتر وبالتالي يعني هذا الاتهامات لا أعلم ما يدور بين الرئيس الأمريكي ولما يسكع المستوى الشخصي هل هناك فيه خلافات معينة بشكل أو بآخر رفض خاصة موضوع أوكرانيا في محاولة إلغاء الأقمار الصناعية ربما تكون لها عائد في هذا الموضوع يعني لا يوجد معطيات كثيرة حول الموضوع طيب أيضا بهذه المناسبة سيد نادر تأثير ذلك بالفعل على الانتخابات تأثير مثل هذه التصريحات لا 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 أفترض يعني حتى حتى يعني أنت بتطلع على عدد المشتركين في تويتر أفترض أنهم بحدود 400 مليون شخص وبالتالي هم يعني مش الأغلبية زي ما كانت تفضل الأستاذ بأيان هو يعني برنامج هرم يعني حتى فيسبوك يعتبر لكبار السن لم يعد يعني برنامجاً يعني مقبولاً لدى جيل الشباب هناك الكثير من البداعين وبالتالي لا أفترض أن هذا سيؤثر بشكل أو بآخر على الانتخابات ربما يحاول الرئيس الأمريكي يعني ربما لفت الأنظر يعني محاولة إيجاد يعني هدف سهل مثل إيلون ماسك والهجوم عليه وبالتالي يعني حتى إيلون ماسك يعني هو يقوم بالرد على جميع التغريدات يعني عندما غردت النائبة الأمريكية أليكسانديا حول موضوع التمن دولارات قام هو بالرد عليه وبالطلع أصبح هناك جدال وأصبح هناك حديث في من خلال منصة تويتر حول الموضوع وبالتالي ربما هناك محاولة يعني لإيجاد نوع من إنشغال الإعلامي بالموضوع وبالتالي يعني دفع أخرى للحزب الديموقراطي سيد إياد يعني ذكرت في معرض حديثك وكلنا ندرك ذلك كوجود عدد مهولة من الحسابات المزيفة سواء على تويتر أو على غيرها كيف يمكن استخدام مثل هذه الحسابات المزيفة في اللعبة السياسية في هذا التوقيت تحديدا انطلاقا من مسألة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بدلا من أن يكون الأمر فقط مجرد تصريحات سأعطيكي فقط أرقام بسيطة من الانتخابات الأمريكية التي خاضها ترامب ضد هيلاري كلينتون جامعة أكسفورد أجرت دراسة واطلعت عليها كان هناك توقع بأن ترامب سيفوز عندما لم يكن هناك أحد في أمريكا يتوقع أنه سوف يفوز لماذا؟ لأن ترامب كان يستعمل حوالي 260 ألف روبات للتغريد نيابة عنه ومعسكر هيلاري كلينتون لم يكن بريء كان يستخدم حوالي 140 ألف روبات للتغريد نيابة عنهم فهناك حرب في تويتر وفي فيسبوك وغيرها تخاض من أجل الانتخابات جزء كبير منها كانت هذه الشركات مقصرة وبعض في بعض الأحيان متواطئة سواء فيسبوك أو تويتر فيسبوك في موضوع الإعلانات السياسية العدد الكم الهائل من الإعلانات السياسية وأيضا تويتر في عدم معالجة موضوع الروبوتات منذ فترة طويلة أو منذ البداية فبالتالي هناك دائما خطر هناك خطر تحس به تشعر به ليس فقط الحزب الديمقراطي ولكن الكثير من الجهات السياسية حول العالم هناك خطر حقيقي في التأثير على الانتخابات رأينا كوارث من خلال فيسبوك عندما نتذكر جميعا كامبرج أتلانتيكا أيضا لنتذكر أن سبب توقيف حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان هناك هجوم حقيقي شبه مسلح على الكونغرس الأمريكي كادت واشنطن أن تسقط في ذلك الوقت حتى إيلون موسك نفسه جميع الناس تتفق أنه كان من المفروض حجب أو وقف حساب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت طبعا ما عدا أنصاره ولكن الخلاف الوحيد أنهم لا يريدون إيقاف الحساب للأبد كما قامت تويتر بفعل ذلك حتى إيلون موسك في الأيام الأخيرة قال أنه سوف يسمح للجميع بالعودة إلى المنصة ولكن ليجب الالتزام بقواعد المنصة إن كان هناك مخالفة هو يؤيد فكرة الحذر ولكن ليس للأبد هو جزء كبير من شريحة كبيرة من الأمريكيين لا يريدون إيقاف حرية التعبير بشكل نهاي ولكن في بعض الأحيان يكون هناك خطر داهم حقيقي يجب أن يكون له ردة فعل ولماذا إذن برأيك رفض ترامب العودة إلى المنصة؟ أعتقد هذا تخمين هو فقط يريد أن ينتظر حتى نتائج الانتخابات التي تجري الآن يريد أن يتأكد أن أنصاره أو الأعضاء الذين يناصرهم هو أنهم سيفوزون وسوف تكون هناك نتائج إيجابية لصالح حزبه ليس لصالح حزبه ولكن لصالحه هو شخصيا وربما يعود ولم يرفض رفضا تماما نعم في مرة قال أنه شكرا لا أريد ولكن ترامب يغير رأيه كل يومين أو ثلاثة طيب سيد نادر توقعاتك لرد التفاعل إيلون ماسك هل يستسلم لي مثل هذا الهجوم؟ هل يرد ردا عمليا باعتباره مالكا لهذه المنصة؟ هو رد قبل حتى اتهام الرئيس الأمريكي قال أنه المنصة ستحافظ على الأدبيات الموجودة في آليات التعامل وآليات التغريد وكل ذلك وبالتالي هو لم يذهب بأنه تسريح لهؤلاء الموظفين الذين سرحوا بالأمس أنه سيؤثر على أخلاقيات التغريد على منصة تويتر وبالتالي كان واضحا بهذا الموضوع وحتى أنه اختبس أو غرد عادة تغريد لأحد الموظفين مسؤولين عن الأخلاقيات التغريد لا أذكر تماما ما اسم المهنة ولكن عادة تغريد ما قاله ذلك الموظف في الشركة والذي قال أنه ما زال الموظفين الذين معنين بمراقبة التغريدات وأن لا يكون هناك خرق ولا يكون هناك نشر الأكاذيب موجودين ويعملون بكثافة في هذا الموضوع وبالتالي لن يكون هناك أفترض أن هذا الرد من إلون ماسك وأفترض أنه حتى انتهب للرد على الرئيس الأمريكي وأنا ربما أستبع ذلك بمعنى أنه لا يريد أن يعطي الموضوع أهمية أكثر مما هي ولكن الرئيس الأمريكي يعني ما ألتفق مع الأستاذ إياد ربما يعني تويتر يستغل بطبيعة الحال من جميع الأحزاب الديقراطيين والجمهوريين وكل الأحزاب الموجودة بالعالم وكل السياسيين وبالتالي لا أفترض أنه يعني هو محاولة فقط للغة الأنظار للرئيس الأمريكي جو بايدن وربما يكون يعني محاولة أنه هناك أكاذيك كثيرة تنتشر وخاصة أنه يعني ربما تكون الأزمة هو ما نشره إلون ماسك وعاد مسحه عندما قال على الاعتداء على زوج رئيس مجلس النواب نانسي بولوسي أنه كذب أو خدعة أو مسرحية وبالتالي ثم عاد وشطب هذه التغريدة فربما يكون هذا هو الحديث عن هذا الموضوع بالمحصنين طيب سيد إياد يعني بما أننا نتحدث عن أبعاد اقتصادية تأثير هذه الأزمة استحواذ إلون ماسك الهجوم على تويتر ومسألة التسريح تأثيرها على الإعلانات أو على اجتذاب المعلنين هناك حملة كبيرة جدا يقودها أو يتهم الديمقراطيون بقياداتها لإجبار الكثير من الشركات لسحب إعلاناتها من تويتر وهذا حصل فعلا وهناك الآن خسارة كبيرة كما أعلن إيلون ماسك قبل أيام فقط لهذه الحسابات أو الإعلانات من الشركات الكبيرة التي أرادت أو فضلت سحب الإعلانات في هذا الوقت جزء كبير مما قاله الرئيس الأمريكي هو كان تعبيرا عن الوضع الحالي ووضع السوشال ميديا أنه لم يعد هناك محررين يستطيع أي أحد قول أي شيء عبر تويتر وهناك الكثير من الأخبار الكاذبة ولا يوجد محررين وهذه ملاحظة حقيقية عن الوضع الحالي الذي يعيشه العالم هناك المحررين السابقين في الصحف لم يعد هناك أهمية كبيرة لهم وهناك انفتاح كبير هناك المعلومات ونشر الأخبار في كل الاتجاهات تويتر هو أصبح فقط جزء هناك تيك توك وهناك فيسبوك والكثير من المنصات الأخرى قراءتي لما حصل بين ترامب وتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن وإيلون ماسك هي جزء من منافقات قديمة بين الرجلين ليس هناك حب بينهم هناك تطنيش من قبل الإدارة الأمريكية الحالية لشركة تسلا ولإيلون ماسك وهي شركة مهمة وتعتبر من أهم الشركات في العالم خصوصا فيما تقوم به من محاولة فرض الطاقة البديلة واستخدام الكهرباء في السيارات فهناك مناكفات قديمة أعتقد هذا التصريح الأخير هو جزء من هذه المناكفات ولن أستغرب كثيرا أن يقوم إيلون ماسك عادته بمزحة أو بمناكفة أخرى خلال أيام سواء للرئيس الأمريكي مباشرة أو لإدارته إذن سيد إياد بركاتة المساشر الاستراتيجية الرقمية والخبير في أمن التكنولوجيا المعلومات كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك كما أشكر أيضا ضيفنا من شيكاغو بالولايات المتحدة نادر الغول الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم انتهت حلقة اليوم من وراء الحدث شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة